جه زميله هنشوفها يتلعب ازاي من نفس الجهة احمد سمير كله كت تاني مرة احمد سمير هيلعبها ازاي بيلعبها على طول بتعدي خطرة 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 جول 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 حلوة 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 يا سلام يا محمد يا دياب قلب الدفاع بيتكفل باول اهداف اللقاء في دي احداشر قلنا التانية على طول احمد سمير بيلعبها وعلى طول بيقابلها محمد دياب تعمل باند كده وتذهب على يمين الهاني سليمان على طول تاني اهداف اول اهداف اللقاء من تاني ركنيات هنشوفها تاني اكيد ادي احمد سمير السيست مفيش احلى من كده بتعدي وعلى طول دياب بالقدم اليسرى تذهب على يمين الهاني سليمان صعبة طبعا على الهاني حلوة يا محمد يا دياب بيلعبها وهي رايحة تتهادى في شباك الهاني سليمان اول اهداف اللقاء لكن جات والله كده في أحمد حكم لكن على طول تحسب ليه محمد دياب اللاعب قلب الدفاع المتميز كان أحد تبديلات عن اللقاء الماضي محمد دياب يبدأ اللقاء ويحرز هدف حلوة قوي لكابتن عبد حينباسيوني وطلع الجيش حلوة 1-0 طارق علاء باكليمين بيلعبها لعمر عمر بوش سجل خارجي حلوة بيلعبها في اتجاه أحمد خالد طويلة عالية خطرة خطرة ممكن وبيلعبها وتخبط ولسه وجول جول 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 أحمد ومصطفى البدري اتلعبت حلوة قوي قوي من جبهة اليومنا طارق علاء بيلعبها حلوة قوي يقابلها على طول قوية قوية عبد الرحمن عامر لكن ترتد على طول الكرة ومصطفى البدري مستنيها حسب المعاد واخد رانديفو مع الكرة على طول مصطفى لأنه هو لعب متميز بص الكرة أحمد خالد مستنيها وبيلعبها حلوة جدا بص بعض الرحمن في العارضة ودياب يحاول ومصطفى بقوة كالسقر ينقض عليها ويضع أول أهداف الموج الأزرق سموحة يتعادل سموحة في الديئة 37 بهدف الموهوب مصطفى البدري واحد واحد كده نشوف لقاء أحلى وأحلى على طول بيلعبها وعبد الرحمن لو من الشنها مش هتيجي كده لكن حظوا بها أن مصطفى كمل فيها على طول بينقض برأسية حلوة في شباك عماد السيد اللي حاول معاها في الأولى لكن التانية التانية صعبة على طول مصطفى حلوة يا مصطفى يا مصطفى وهيعمل مشكلة لنفسه لازم يطلع من هنا على طول تروح من جديد وبيلعبها تاخدى عماد خدعتك يا عماد لكل جواد كبوة ولكل حارس هفوة على طول بيلعبها جول حلوة لعبة الكرة على طول مبغتة مبغتة اللعيب طبعا عبد اللطيف بينقيسه عماد السيد أنقذ ركلة جزاء باقتدار في الشوت الأول لكن عبد اللطيف جايلك طبعا من بعيد عبد اللطيف لسه التبديل لسه نازل كأنه بيكافئ كابتن أحمد عبد العزيز المدرب اللعام طبعا وكابتن أحمد سامي الموجود في المدرجات حطاها من مرة واحدة وبند كده تاخدى عماد السيد خدعتك يا عماد ملهاش أمان يا عمدة ملهاش أمان بص الكرة يعني عماد السيد ينقذ ركلة جزاء لكن دي سهلة لكن على طول بند كده تباغت عماد السيد وتسكن شباكو في ديها 48 ثاني أهداف سموحة في هذا اللقاء اتنين واحد سموحة بيباغد طلاعي الجيش وبيعمل لهم كده مفاجأة تيكتيكية مع بداية أحداث الشوت التاني بهدف مباغد لعبد اللطيف بنقيسه أدي يا عطول متعب بيعدي عدة كويس قوي عمر السعيد عايز السادد حلوة 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 جوت حلوة يا عمر يا سعيد ده زكاء وقوة وحلاوة مفيش أحلى من كده ساروخ أرض جو ليه طلاعي الجيش طبعا معاك حق ملكة عمر السعيد توربيد بينطلق من استاذ جهاز الرياضة تسكن شباك سموحة الزاوية اليسرى قالت أي يا ع القوة يا ع الحلاوة يا ع الاستلام بص الكرة بص عمر السعيد بص الاستلام وبالعبها حلوة 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 فين حلوة جميلة قوي تسكن الشباك متعب هو اللي بيتقدم فيها وعمر السعيد مستنيها وبيحطها ايه على طول في زاوية لا يمكن تصد ولا ترد مع تحيات عمر السعيد اطلق قذيفة ارض جو حلوة قوي بص الكرة وبص اللعبة لما بيبقى شايف الجول فين وبيلفها لفة جميلة حلوة جول هاني سليمان بيبص لها زي ما احنا بصنا لها حلوة حلوة يا سلام يا عمر يا سعيد تبديل جميل جدا جدا يبقى شوت التاني شوت البودلاء تبديل جدا 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 ج